بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد مبادئ ينبغي معرفتها قبل دراسة الكتاب أولاً على طالب العلم حفظ المتن قبل الدراسة احفظ فكل حافظ إمام ثانياً معرفة وجه الاستدلال لكل آية وسبب إيرادها في الباب ثالثاً معرفة مناسبة كل باب لكتاب التوحيد وسبب إيراده فيه ليرتبط الكتاب رابعًا نركز على شرحٍ واحد والعمدة عندنا هو القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإذا انتهينا منه نأخذ شرحًا آخر وهكذا حتى لا تتداخل المعلومات لماذا ندرس هذا الكتاب أولاً لأن العلماء الربانيين نصحوا به ثانياً لأنه من أحسن ما ألف في هذا الباب ثالثاً لأن المؤلف رحمه الله أجاد في دحض حجة المخالف ورد الشبهة بالدليل رابعًا لأن الله وضع له القبول في الأرض خامساً نصيحة العلماء بحفظه وفهمه سادساً حسن التبويب والترتيب سابعًا اعتناء العلماء بتدريسه وكثرة الشروح عليه ثامناً لأن الكتاب مشحون بالأدلة من الكتاب والسنة تاسعًا سهولة عبارته عاشراً شهادة العلماء لمؤلف الكتاب بالتضلع في العلم وسلامة المعتقد الحادي عشر لأن الكتاب اعتنى عناية فائقة بتوحيد العبودية لما وقع فيه من الخلل الكبير مع ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات الثاني عشر لأن المؤلف رحمه الله سار فيه على طريقة السلف فلم يذكر شيئاً من كلامه كالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ملخص أبواب كتاب التوحيد وهي سبعة وستون بابا قبل البدء بدراسة أي كتاب ينبغي قراءة المقدمة والفهرس لمعرفة مضمون الكتاب وطريقة التأليف وتصور الكتاب كاملاً وعليه فيمكننا تقسيم كتابنا هذا إلى عشرة أقسام أولاً المقدمة وهي خمسة أبواب الباب الأول لم يعنواً لهذا الباب وهو باب وجوب التوحيد جاء به لبيان أن التوحيد أول وأوجب الواجبات ولأنه دعوة الأنبياء عليهم السلام باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب جاء به من أجل التشويق ولبيان أن ذكر فضل الشيء ليس دليلاً على عدم وجوبه ولأن هناك من ينفر ويزهد في دراسة التوحيد وتدريسه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب جاء به من أجل تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي فناسب أن يأتي بهذا الباب بعد بابي وجوب التوحيد وفضله باب الخوف من الشرك جاء به لأن من أراد تحقيق التوحيد يجب أن يخاف من الشرك على نفسه وعلى غيره ولأنه قد يظن أنه حققه وهو لم يحققه وكل باب أتى به بعد هذا الباب هو من تحقيق التوحيد فمثلا باب الخوف من الشرك من تحقيق التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله جاء به والله أعلم لسببين أولا لأن من أراد تحقيق التوحيد لا بد أن يدعو إليه كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ثانيا وللرد على من قال إن أول ما يدعى إليه الصلاة ثانيا تفسير التوحيد وهو تسعة أبواب باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بعد أن ذكر لنا وجوب التوحيد وشوقنا إليه ووجوب تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه ناسب أن يفسر لنا حقيقة التوحيد ابتداء من هذا الباب إلى نهاية الكتاب باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه هذا تفسير للتوحيد بمعرفة ضده باب ما جاء في الرقى والتمائم جاء به لتفسير الرقى والتمائم الشركية التي تناف التوحيد باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما جاء به تفسيرا منه للتبرك الممنوع المنافي للتوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله أراد أن يفسر كون الذبح لغير الله محبة وتعظيما مناقضا للتوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أراد أن يفسر ما يفعله بعض الجهال من مشابهة ومشاركة المشركين في أعيادهم وأماكن عباداتهم مما هو مناف للتوحيد باب من الشرك النذر لغير الله أتى به لتفسير النذر الممنوع الذي ينافي التوحيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أراد تفسير الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والتي تنافي التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أراد تفسير الأعمال الشركية من استغاثة ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى والتي تنافي التوحيد ثالثا بطلان عبادة ما سوى الله وهو أربعة أبواب باب قول الله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أتى به لنفي العبادة عن من سوى الله سواء كان نبيا أو صنما أو غير ذلك باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير أتى به لنفي العبادة عن الملائكة الكرام باب الشفاعة أتى به لإبطال ما يتعلق به الكفار في آلهتهم من الشفاعة باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أتى به لإبطال هداية التوفيق عن سوى الله رابعا سبب كفر بني آدم وهو أربعة أبواب بعد أن فسر التوحيد وأبطل عبادة ما سوى الله ناسب أن يذكر أسباب الوقوع في الكفر حتى نجتنبها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أخطر الأسباب في وقوع بني آدم في الكفر وهو أول شرك حدث في الأرض باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده من أسباب وقوع الشرك التماثيل والتصاوير واتخاذ القبور مساجد باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله من أسباب الكفر الغلو في قبور الصالحين باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك في الاعتقادات والأفعال وسيأتي باب في سده صلى الله عليه وسلم للأقوال المفضية إلى الشرك خامسا دحض حجة من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة أو في الجزيرة وهو باب واحد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان سادسا الأعمال الشيطانية وهو سبعة أبواب باب ما جاء في السحر أتى به لأن السحر لا يتأتى إلا عن طريق الكفر بالله وهو من أعظم الوسائل لدعوة الناس إلى الكفر باب بيان شيء من أنواع السحر أتى به ليعلمنا أن السحر أنواع يجب تجنبها كلها باب ما جاء في الكهان ونحوهم أتى به ليبينهم لنا ويبين حكم إتيانهم وصور إتيانهم باب ما جاء في النشرة أتى به لإزالة الإشكال بذكر المنهي عنه والمرخص فيه باب ما جاء في التطير أتى به لنفي ما كان عليه أهل الجاهلية من التشاؤم باب ما جاء في التنجيم أتى به ليبطل علم التأثير المزعوم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع أتى به لإبطال التعلق بالأسباب الشركية سابعاً أعمال القلوب وهو تسعة أبواب باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا أتى به لنفي التوحيد عمن أحب مخلوقاً كمحبة الله أو أشد باب قول الله تعالى إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ أتى به لنفي التوحيد عمن خاف مخلوقاً كخوف الله أو أشد باب قول الله تعالى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أتى به لنفي التوحيد عمن توكل على غير الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله أتى به ليجمع الموحد في سيره إلى الله بين الخوف والرجاء باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله أتى به لبيان حال الموحد عند البلاء باب ما جاء في الرياء أتى به لبيان عظم خطر الرياء على الموحد وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا شرك أصغر أتى به لبيان أن من أراد الدنيا بعمل الآخرة وقع في الشرك وتفسير ذلك بأن يرضى ويسخط للدنيا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا شرك في الطاعة أتى به لبيان ما ينقض التوحيد من التحاكم لغير الله باب قول الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أتى به لإعانة الموحد على فهم معنى الكفر بالطاغوت وتفسير الإيمان الصادق والكاذب ثامنا توحيد الأسماء والصفات وهو باب واحد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أتى به لبيان نفي التوحيد عن من جحد شيئا من الأسماء والصفات تاسعا المناهي اللفظية والشركية وهي تسعة وعشرون بابا باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها أتى به لبيان ما يجب على الموحد تجاه النعم باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أتى به لبيان حال الموحد من الحلف بالله لا بغيره والفرق بين الواوي وثم باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله تعالى أتى به لبيان حال عظمة الله في قلب الموحد عند الحلف له به باب قول ما شاء الله وشئت أتى به ليحذر الموحد من التشريك في المشيئة باب من سب الدهر فقد آذى الله تعالى أتى به لتحذير الموحد من أن يسب شيئا فيكون بذلك سابا للذي أمره وسخره باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه أتى به لتحذير الموحد من التعدي على جانب الربوبية باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك أتى به ليبين حال الموحد من التأدب مع الله وأسمائه وصفاته ودينه وأنبيائه باب من هزل بشيء به ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أتى به لبيان نفي أصل التوحيد عن المستهزئ وكيفية التعامل معه ووجوب حفظ اللسان باب قوله تعالى أتى به لبيان حال الموحدة وبعد وجودها باب قوله تعالى باب قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى من الاستثناء في دعائه واستشعاره لقدرة الله باب لا يقول عبدي وأمتي أتى به لينبه الموحدة على حسن استعمال الألفاظ باب لا يرد من سأل بالله تعالى أتى به ليبين حال الموحد إذا سئل بالله أنه يجيب تعظيما لله باب لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة أتى به لبيان حال الموحد من تعظيم الله تعالى وكمال الأدب معه تعالى باب ما جاء في اللو أتى به لبيان أدب الموحد في استعمال الكلام الحسن وعدم الاعتراض على الشرع والقدر باب النهي عن سب الريح أتى به لإرشاد الموحد إلى الكلام النافع إذا رأى ما يكره باب قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية أتى به لتحذير الموحد من سوء الظن بالله كما هو ظن الجاهلية باب ما جاء في منكر القدر أتى به لبيان حال إيمان الموحد بالقضاء والقدر باب ما جاء في المصورين أتى به لينبه الموحد على خطر التعدي على جانب الربوبية باب ما جاء في كثرة الحلف أتى به ليوصي الموحد بحفظ الأيمان وتعظيم الله عند التعامل مع الناس باب ما جاء في ذمة الله أتى به ليعظم الموحد ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم في حال السراء والضراء باب ما جاء في الإقسام على الله أتى به ليحذر الموحد من التعدي على جانب الربوبية بإغلاق باب الرحمة عن العباد باب لا يستشفع بالله على خلقه أتى به ليحذر الموحد من جعل رتبة المخلوق أعلى من الخالق باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك أتى به ليجتنب الموحد كل قول يؤدي إلى الشرك عاشرا الخاتمة وهي باب واحد باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره أتى به ليبين للموحد أن المشركين الذين لم يوحدوا الله ما قدروا الله حق قدره فاحذر يا موحد من طريقهم التقسيم والتقعيد للقول المفيد